أعود إلى الجالية العربية الجالية العربية الحقيقة تعيش في وطن يتكلم لغة غير لغتها وأغلبهم يشتكون من الفقر ومع ذلك تجدهم يقفوا مثلا قبل موضوع الزلزال وقت كورونا لأينا الشباب عمل جروب بار وبدأ يوصل للمحتاجين والعاطلين كراتين لحد بيتهم وفي هذا الموقف الجلل في زلزال تركيا وسوريا لأينا الشباب المصريين المتطوعين يذهبون بالخياء ويتبرعون بكل ما معهم وهو قليل ولكنه في الميزان عند الله كثير يعني أوروبا درهم سبق ألف دينارا فيعني الناس الجامعيات العربية زي ما حضرتك قلت جامعة 200 ألف دولار من أقواطهم هذا الجانب المادي والجانب العيني جمعوا شاحنات ملابس تصل لحوالي 800 ألف دولار وأوصلوها إلى سوريا ومتطوعين دخلوا إلى سوريا وداخل تركيا ذهبوا إلى جميع الولايات حتى يعني إحساس بخور الإنسان قبل أن يكون مسلم وأيضا لرب الجميل لأن تركيا تفتح أبوابها للعرب ولغير العرب بل توفر لهم منح دراسية ومادية للطالب المغترب يعني بتعطيه منحة أنه هو يدخل الجامعة بدون مقابل وتعطيه سكن جامعي وتعطيه مبلغ شهري يتعايش به وهذا لم يحدث يمكن في العالم كله مفيش دولة في العالم بتعمل يعني هذا مثل ما تعمل تركيا فلذلك تركيا قدمت الخير فحصدت خير يعني الله تبارك وتعالى يعني مطلع على كل شيء فمن يعمل مثقالة زباة خيرا يرى ترجمة نانسي قنقر